فاذا نستمر. فاذا نحن الان بالقسم الثاني. القسم الثاني بسيط جدا ايضا. هو فقط عبارة عن اه هذا وهذه الصور. ولاحظوا ان اريد اعرف كمية البادن. يفترض ان يكون تسعين بكسل. فاذا لن هذا. اه لا يوجد بادن. نعم تسعين بكسل كما اتفقنا. فاذا الان بكل بساطة هنا. ساقوم به ثم ساقوم بتجميع هذا وتجميع هذا. فاذا هنا اه اسم هذا القسم سنسميه مثلا اه او او اميجز او اميجز. لان فيه الكثير من الاميجز. وهنا سيكون اسمه اميجز انار. والاميجز الاولى لن نضيف لها هكذا. اه هنا لاحظوا بالنسبة لي نحن اضفنا اه عنوان ايضا هنا. فيمكن ايضا ان نضيف هنا عنوان. اذا هذه الفقرة تكون عبارة عن عنوان. ونعطيه والكلر سيكون هو هذا. ونضيف العنوان مثلا نموذج من اعمالي. اذا هذا هو العنوان. اه طبعا نحن نستخدم ار تي اه ار تي ال. فهذا العنوان يجب ان يكون هنا. واذا هنا مجموعة من الصور. فبالتالي هنا اذا اذا قمت انا باد افضل. جيد. اه هنا ساقوم بتجميعها او مجموعة. وفعليا هي يجب ان تكون اعمدة. لكن انا بداية ساضعها كآه اميجز كونتينر. وهنا ساضيف اعمدة بداخلها. وثلاثة اعمدة. وسنضيف هنا صور. صورة. جيد. ومن مكتب الوسائد سنضيف الصورة مثلا. نبدأ هكذا. صورة. جيد. وهنا ايضا سنضيف اه صورة. وايضا من هنا ايضا ساضيف صورة. جيد. الان يمكن ان اكبر هذه الاعمدة. حتى تكون اه شبكة مثلا. الدكرار. وهنا غير الصورة استبدال. اه سنختار هذا. وهذا استبدال. وهذا ايضا استبدال. واضح. فذا ممتاز. اذا قمت انا بالحفظ. فذا نلاحظوا. فذا هذا هي نموذج من اعمالي. فذا ممتاز. طبعا نحن نسينا البادنج. فيمكن ان نضيف البادنج الان في الاعلى. من فذا هكذا. واضيف حامش داخلي. فذا تسعين بكسل. كما هو وضع. ممتاز. الان بالنسبة لهذا هنا. يمكن لاحظوا هنالك حولها. وربما لموضوع معين. فيمكن ان يتم ذلك اضافة وهذا. اه قبل ذلك دعونا نضيف هذا الزر. فذا بعد الاعمدة والاعمدة الاخرى. يمكن ان نضيف اه ازرار. فذا هذا الزر سيكون عبارة عن بهذا الشكل. اه ما هو لونه? لونه اصفر. فذا خلفية. اصفر. وهذا اسود تقريبا. لدينا اربعة بكسل او زيرو. زيد. وهذا يجب ان يتوسط. فاذا هذا للوسط. ونسبة للازرار هكذا. هذا انا اريدها بالوسط. وهنا سأكتب تحميل المزيد او عرض المزيد. فهنا عرض المزيد. وحفظ وحفظ. فاذا الان لو اتم جددا للموقع. فاذا لاحظوا عرض المزيد. طبعا نفس هذا. اه الزر اكبر نوعا ما لا مشكلة بهذا القصوص يعني. لكن بشكل عام هنا اه يوجد لدينا لنرى فاذا يمكن ان نضيف مسافة هنا اكثر بين العناصر. ويمكن ان نعرف هذه المسافة. اذا اردت ان اقوم ان اكون مشابهة جدا او الشيء الذي اكتبه مطابق للتصميم. فاذا هذا هي. لاحظوا خمسين بكسل. بالنسبة للانر هنا. الذي فيه الصور ونموذج من اعمالي. سنجعل تباعد المكونات هنا خمسين بكسل. اه بالنسبة للامج هنا والاعمدة هذا سنجعل الفرط بينها اه ثلاثين بكسل. جيد بهذا الشكل. فاذا ممتاز. طيب الان بالنسبة للصورة هنا. الصورة هذا يمكن ان تضيف لها من هنا. اذا لاحظوا ان اضع للصورة. انا ساضعهاش في هذا الشكل. وهنا اه ايضا ساضعهاش. ساضعهاش لكل الصور. اذا الان اقوم بوضعهاش لكل الصور. واحفظ واحفظ لنرى النتيجة. اذا هذه النتيجة. لاحظوا هذا هي عبارة الان اصبحت لكن الان الموضوع هو التالي. عزائي. والموضوع التالي هو ان اه هناك ان هذا الصورة عند الهضر فيصبح لها سكيل. فيمكن ان نقوم بذلك ايضا نحن نقوم بنوع من عند الهضر. فكيف ذلك? فذا بكل بساطة هذه الصورة الموجودة هنا لدينا ما نوعها جيد. نوعها الصورة اه يوجد لدينا هنا ويمكن ان نقوم بي. اخذ الصورة التي بداخلها هنا ونضيف لها سكيل. بكل بساطة. طيب الان الموضوع كيف يمكن ان نقوم بذلك? فيمكن مثلا ان نضيب بداخل الفونشنز. بداخل الفونشنز. هنا. يمكن ان نضيب ايضا نفس هذا الموضوع. ونضيفه هنا. وهنا نكتب مثلا core image. وهنا اسمها image. وهنا نكتب theme image. وهنا نكتب image. وايضا هنا image. وسامسح هذا. جيد. وهنا اضيب اه بعض من الترانزيشن. وهنا ساكتب on hover. ها كده. سنضيب اه اه سنضيب اه اه سنضيب اه سكيل ترانسفورم عقل ترانسفورم سكيل وان بوين وين. فاذا الان لو قمت انا بالتحديد بهذا الشكل. وقمت بالنقر هنا. جيد. بهذا الشكل. اه وبالصورة هنا. لاحظوا هناك شيء اسمه theme image. فاذا اخترتها جيد واخترت هذا ايضا. كل الصور ساجعل لها theme image. هذا ايضا ساختار لها theme image. وهذا ايضا theme image. وهذا theme image. وهذا ايضا theme image. اذا قمت انا بالحفظ بهذا الشكل. لنرى ما الشيء الذي سيتطبق والوضع لا يتطبق. فاذا الان سنرى الموضوع. فاذا عدت الى هنا بهذا الشكل. لاحظوا تطبق بهذا الطريقة. بهذه الطريقة. يوجد scale one point آآ جيد. آآ طبعا هنا لاحظوا آآ ال scale طبعا هو ربما لم يستخدم scale فدعونا نرى ما الشيء الذي هو استخدمه فعليا لهذا الغرض. اذا هذه هي هذه ال image وهذا هو لها. فلنرى من ثواني. لاحظوا هذا هو ال scale. scale هو اختاره رقم قليل نوعا ما لا يسمى الرقم الذي انا اخترته. فبالتالي هنا ساختار الرقم الذي اختاره. فاذا لنحاول مجددا. فاذا سنقوم بتحديد. فاذا التحديد فلنرى. فاذا لاحظوا نعم ممتاز. ممتاز. فانا نفس الشيء الذي هو قام به. انا فعليا قمت به. فاذا مطابق نفسه. فهذا الشيء رائع جدا آآ بهذا الخصوص. ممتاز. آآ هناك بالنسبة لل او ان الاجهزة الصغيرة لاحظوا بالنسبة لنموذج من اعمالي. هذا جيد. انظروا هنا. يعني هناك لكن الشيء الغير موجود هو هو بالنسبة للبادن هنا. ومجرد ان هنا لا يوجد بهذا الشكل. فكيف سنقوم باضافة هذا البادن? فبالنسبة لي هذا يجب ان نذهب لـ theme.json. وبـ theme.json اه تأكدوا ان هذه الخاصية موجودة. use root padding aware alignment. true. تأكدوا ان وجودها. الموضوع الثاني هنا. بداخل الـ styles هنا. فيمكن ان نكتب الشيء التالي. بالداخل الـ style سنكتب spacing وهنا بالداخل الـ spacing سنقوم بكتابة padding جيد. وسنكتب ان padding top يكون دائما زيرو. وبـ bottom زيرو. بالنسبة للـ left فسنجعله 20 بيكسل او 16 لا مشكلة. وبالنسبة للـ right ايضا سنجعله ستة عشر بيكسل. بشكل اه ايضا يمكن ان نجعل هنا زيرو زيرو. بشكل اوتوماتيكي. وايضا البلوك زيرو بشكل افتراضي. جيد. فاذا الان لو قمت انا هنا بالتحديث. فاذا لاحظوا اختفت هذا. هذه الاشياء اختفت. هناك بعض الاشياء البلوك الذي لم احدده انا. ايضا تغير بالنسبة للهيدر. هذا يمكن ان نعمل عليها لاحقا. ولاحظوا هنا ايضا لان البلوك انا حددته ان يكون بشكل افتراضي اه زيرو. اه فانا يمكن مثلا ان اقوم هذا الشيء نوع من جيد. فيمكن هذا ان اعجله. لاحظوا هذه الفراغات كلها ذهبت وهذا الشيء جيد فعليا. لانني انا كنت انتظر الوقت المناسب حتى اخبركم كيف يلغاء هذه الفراغات. فالان دعونا نحدث هذه المواضيع. بنسبة للبلوك هنا يمكن ان نطيفه. اه فكيف ذلك? فذهبنا الى اعمدة. من هنا اعمدة. فذهبنا هكذا. فلدينا هنا تباعد مكونات. فالبلوك اللي نرى هو ما هو الذي وضعه هنا. فاذا هذه الصور. فاذا نلاحظوا هو كل فيها تلاتين بيكسل. تلاتين بيكسل اعتقد البلوك وبالتالي هنا سأضع البلوك تلاتين بيكسل. وايضا بالعمودي تلاتين بيكسل. عمودي افقي. اه تلاتين بيكسل. اه بالنسبة لان سأغير الباقي بعد قليل. لكن دعونا ننتهي من موضوع موضوع ثم سنقوم بالتعديل الاشياء الاخر. فاذا نلاحظوا الان اصبح لدينا بلوك فاذا هنا لم احدد البلوك على الموضوع الثاني. فيمكن ان نحدده بنفس الطريقة. فاذا اعمدة. وتبعض مكونات. ثلاثين بيكسل. ثلاثين بيكسل. وحفظ. حفظ. وتحدي. لاحظوا. فاذا ممتاز. فاذا هذا القسم فعليا انتهى. فعلينا ان نقوم بجعله باضافته كنمط. ونضيفه للوحة ثم نعدل الاشياء الباقية. فبكل بساطة سنذهب الى مرة اخرى. سننسخ اي واحد لدينا مثلا سننسخه ونسمي هذا اه اه اميجز. وثم سنقوم بالذهاب الى هذا. وهنا سنكتب اميجز واميجز وسامسح هذا. واذهب الى هنا. واقوم باختيار هذا. ونسخ. والان النصق. طيب. اوكي. الان كل اميج يجب ان امسح منها ماذا? امسح منها آآ كل اميج يجب ان امسح منه الاي دي. مثلا هنا لدينا اي دي. يجب ان امسح منها الاي دي. ويجب ايضا نمسح منها آآ كل شيء بداخلها. حتى نجعل هذا الموضوع قابل للنقل للمواقع الاخر. فإذا سأطبق هذا على كل الاميجز الموجودة. الآن اذا ذهبت الى الفرونت بيج فإذا فهنا بكل بساطة يمكن ان انسخ البطن السابق. واغير الاسم فقط ان لدينا اميج جيد. فضم بهذا الشكل. الشيء الذي يمكن ان اطوم به آآ انا فعليا لا اريد تخلي عن هذه التغييرات التي قمت بها. فيمكن مثلا ان اطوم به جديد مثلا اضافة مقالة جديدة فقط حتى اتأكد ان النمط الذي قمت به يعمل. ولا يقول لاصلاح المكون او كذا. آآ فهنا سابحث عن هذا النمط الذي اسمه اميجز. اذا ها هو. لا ليس هو. دعوني ابحث هكذا. طبعا هو لم يتم اضافته. لماذا تصبح الكل? ها هو. ها هو موجود. فاذا قمت انا بتحديثه بجلبه لاحظوا لا يوجد اي مشكلة به وهذا الدليل انه عملي صحيح مئة بنئة. ويمكن ان اختار الوسائط من هنا. واقوم باختيار صورة مثلا اي شيء. فاذا ننتهينا من موضوع هذا عن آآ النمط.